طبعاً عندنا عشر ألوان شهيرة غير موجودة في الواقع على الرغم من رؤيتنا لها يعني بشكل كثير اللون نبدأ باللون الأول اسمه اللون الإرجواني هذا اللون الإرجواني على عكس الألوان البنفسجية ليس له طول موجي خاص به بدلاً من ذلك تحتاج إلى مزج اللونين أو أطول موجية معاً للحصول عليه في هذه الحالة تكون هذه الألوان أو الأطول الموجية الحمراء والزرقاء لكن اللون الناتج ليس أرجواني بل أخضر وأصفر يعني في هذه النقطة التي تحتاج بها إلى فهم كيفية معالجة الدماغ البشري للألوان ترى يعني عينينا ثلاث ألوان فقط الأحمر والأزرق والأخضر اللي هم الأرجي بي صراحة يعني هذا اللون الإرجواني كيف يسوونه يسوون لك ميكس في الألوان ويطلع اللون الإرجواني أنا عندي خبر الصراحة في صدد هذا الموضوع صراحة يعني ممكن يسبب إحباط الكثير من الناس لأنه اللون اللي بتكلم عنه عنده فانزات كثير لكن للأسف هذا اللون ما هو موجود أساسا اللي هو اللون الوردي عشاق اللون الوردي أنا أعتذل منكم اللون الوردي غير موجود في الأساس ليش؟ لأنه اللون الوردي ما له طول موجي خاص فيه لكن كيف نشوف هذا اللون نشوفه لأنه ينبعث من الطول الموجي لللون الأحمر تمام؟ فهو زي ما تقولون ظل للون الأحمر مما يجعل اللون الوردي زي ما قلت لكم مجرد ظل للون الأحمر مثل ما أنك تضيف الأبيض للأزرق ويطلع لك سماوي أو الأزرق الفاتح أيضا إذا أضفت الأبيض للأحمر يطلع لك اللون الوردي إذن اللون الوردي هو عبارة عن أبيض وأحمر يعني اللون الوردي ما فيش هو لون أحمر بس أنه مخفف شوي طبعا فيه اللون الأحمر الأرجواني أنا ما عندي إلا الأرجواني صراحة على عكس اللون الوردي الذي يستخدم نفس الطول الموجي مثل الأحمر فإن اللون الأحمر الأرجواني ليس له طول موجي مما يعني أنه غير موجود ومع ذلك يظهر اللون الأحمر الأرجواني على عجلة الألوان وهو أحد الألوان الأساسية الأربعة المستخدمة في الطباعة الجانبية مع السماوي والأصفر والأسود يعني إذا خلطت هذلي يجيك اللون الأحمر الأرجواني طبعا اللون ما بين الأحمر والبنفسجي كما اتضح طبعا اللونين موجودين هذلي موجودين في القز غزح ويشعر العقل بالارتباك عند محاولة مزج الألوان مثل هذه معا لذلك يقوم بأحد شيئين الأول هو إنتاج اللون في منتصف المسافة بين الاثنين والذي سيكون أخضر في هذه الحالة في هذه الحالة ليست فكرة جيدة لأن عيننا ترى اللون الأخضر وبالتالي فإن الدماغ يفعل شيئا آخر يخترع اللون الجديد هذا اللون الأحمر الأرجواني أو اللون البني يعني على طريق اللون البني للأسف أيضا عندكم اللون البني ما هو موجود دائما إذا سألك شخص وقال لك وش أقرب اللون للبني غالبا غالبا أغلب الناس بيقولون اللون الأسود لأنه كلهم يشتركون في أنهم ألوان قاتمة غامقة لكن الواقع مختلف البني في مكان والأسود في مكان اللون البني أقرب لون له هو اللون البرتقالي ليش؟ لأنه الطول الموجي لللون البني يبلغ ستمائة نانو متر وهذا الشي يخليه في مكان بين اللون الأحمر والأصفر يتراوح الطول الموجي للبرتقالي بين خمسمائة و خمسة و ثمانين و ستمائة و عشرين نانو متر هذا يعني أنه اللون البني هو مجرد واحد من درجات اللون البرتقالي العديدة يعني تقدر تقول أن البني هو برتقالي غامق وهذا هو السبب الذي يخليك تقدر تصنع اللون البني عن طريق إضافة لون غامق لللون البرتقالي في عندنا بعد اللون الأبيض والأسود طبعاً اللون الأبيض والأسود يعني حتىهم بعد مموجدي الألوان هذي نحن ما نشوفها يا علي لا أنت تشوف تشوف لون ثاني بس أنه يعني مخلوط بلونين يعني عرفت شلون يعني أنت إذا خلطت لونين مع بعض يطلع لك اللون هذا اللي أنت تشوفه الغريب أجل مخلوط schöne لوسيقى